شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك من بينها بناء القدرات البشرية ونشر وطعميق ثقافة التمنيز الحكومي والتنمية المستدامة وتطوير تقديم خدمات الهيئة وتأتي مذكرة التفاهم استكمالا لجهود الدولة في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030